يقول البشير متى في نبوة كتير كتير مهمة من مصر دعوت ابني طبعا احنا منعرف انه هيرودوس الكبير قتل اطفال بيت لحم لكن يوسف ومريم والطفل يسوع هربوا الى مصر لانه ملاك الرب حذرهم ذهبوا الى مصر وطبعا هناك كان في جالي يهودي كبير ويقال انه في الاسكندرية كان في حوالى مليون يهودي مليون نسمة موجودة في الاسكندرية عدا عن ذلك في الاسكندرية ترجمت الترجمة السبعينية من طبعا من اليهودية الى اللغة اليونانية فكان فيه طبعا رابايز وكان فيه اشخاص متضلعين في الدين مصر كانت ملجأ سياسي واقتصادي للاسرائيليين على مر التاريخ نقرأ مثلا عن ابراهيم هرب الى مصر يعقوب واولاده الاصباط الاثنى عشر هاجروا الى مصر طبعا يوسف قبلا بيع الى مصر واصبح حاكم مصر موسى ولد في ارض مصر الملك يربعام هرب الى مصر والبقية بعد قتل جدلية هربوا الى مصر وهكذا النبي ارمية ذهب وهرب الى مصر ايضا منقرأ عن اوريا هرب الى مصر في ايام الملك يهويقيم ثم العائلة المقدسة يوسف ومريم والطفل يسوع هربوا الى مصر اوليس عجبا رب السماء والارض يكون لاجئ في ارض مصر على تراب ارض افريقيا حتى يشجع المضطهدين والمشردين من بيوتهم واللاجئين بسبب الجوع وبسبب الاضطهاد الذي يحدث ثم يقول البشير متى من مصر دعوت ابني عندما رجع يوسف ومريم من ارض مصر كانوا رحين الى منطقة اليهودية لكن بعد موت هيرودس الكبير الاب الملك ارخلاوس ابنه كان حاكم على اليهودية وادوم لكنه كان غير نافع فاسد وشرير ذبح 3000 شخص في بداية حكمه اللي كانوا غير راضيين على حكمه وطبعا نفي من هذه البلاد واصبح حكام رومانيين بيحكموا هذه الارض يسوع ومريم والطفل يسوع ذهبوا الى الناصرة ايضا لتتميم النبوة من مصر دعوت ابني كما كانت اسرائيل الابن هكذا يسوع المسيح الابن الوحيد الله استخدم موسى ليخرج شعب اسرائيل من ارض العبودية هكذا الابن الوحيد سيخرج الناس من العبودية الشيطانية يسوع يمثل الامة اليهودية وطبعا يسوع وموسى كلاهما دعاهما من ارض مصر وهذه النبوة تمت من مصر دعوت ابني اشتركوا في القناة